مرحبا كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية اليوم رح نحكي عن موضوع مهم جدا ما بيشغل بس عقول الطلبة اللي رح تدرس بتركيا بل بصراحة بيمتد للطلبة الموجودين حوالين العالم واللي حابين يدرسوا حتى بدول الغرب بأوروبا وغيرها أو أمريكا أو غيرها من الدول والقارات التانية اللي هي آلية التصنيف بالنسبة للجامعات الحكومية والخاصة بشكل عام على أي أساس يتم اعتماد هذا التصنيف طيب أنا في جهة معينة عم تصنفني الجامعات بأنه هاي الجامعة رقم واحد أو هاي الجامعة رقم اثنين بهالفيديو رح نحكي ونتناول هاي النقطة بشكل أساسي خلوكن معنا لحتى تعرفوا التفاصيل بداية ما في أي جهة رسمية حوالين العالم أو حكومية بتصنف الجامعات الحكومية بشكل رسمي ولكن في عنا العديد من المؤسسات والشركات اللي بتصنف الجامعات العالمية بناء على معايير هي بتضعها لنفسها وبتحددها أساسا ببداية التصنيف لهالسبب منلاقي أحيانا كتير من الجامعات ولنفرض مثلا جامعة هاجيتابة في تركيا مثلا منلاحظ أنه هي بأحد مواقع التصنيف موجودة بالمرتبة الأولى في حين في مواقع تانية ممكن تلاقيها بالمرتبة العاشرة طيب على أي أساس تم هذا الموضوع؟ الموضوع يعتمد بشكل أساسي على المعايير اللي على أساسها تم بناء هذا التصنيف هو فعليا ما في معايير أساسية بيمشي عليها ولكن في عنا خطوط عريضة جدا من المعايير اللي بيمشوا عليها فمثلا في عنا معيار اللي هو عدد الطلاب الحاصلين على الجوائز بعد التخرج من الجامعة جائزة نوبل أو غيرها من الجوائز العالمية إضافة لمعيار آخر مثل الاستقلالية الإدارية للجامعة يا ترى الجامعة هاي قادرة على أنه هي تاخد قراراتها بشكل مستقل عن ضغطات الحكومة والمؤسسات التانية هالشي كله بيزيد من تصنيفاتها العالمية إضافة لأحد المعايير اللي هي الأبحاث والتجارب اللي بتعملها الجامعة في عنا أيضا معيار آخر اللي هو عدد الطلاب الأجانب الموجودين بهذه الجامعة كل ما زادوا على الطلاب الأجانب بالجامعات كل ما ارتفع من تصنيف الجامعة حوالين العالم قوة وعدد رسائل الماجستير والدكتوراء الصادرة منها الجامعة أيضا تلعب دور كبير بزيادة قوة تصنيف الجامعة حوالين العالم الطلاب اللي عم يتخرجوا من هاي الجامعة بعد ما عم يتخرجوا عم يقدروا يلاقوا فرص عمر عمل بسهولة ولا لا طبعا إضافة لجودة التعليم والكادر التدريسي اللي بيكون بالجامعة نفسها لازم نتذكر بأنه عدد الجامعات حوالين العالم أيضا أصبح عدد هائل جدا لهيك بصراحة جدا صعب أنه نقدر نلاقي هيئة وحدة عم تقدر تصنف كل الجامعات بالشكل الصحيح 100% ونحن عادة بمركز الخوارزمي الأكاديمي بصراحة منعتمد أحد مراجع التصنيف بالنسبة للجامعات التركية واللي هو رح يتظهر لكم حاليا على الشاشة بصراحة هذا المعيار بشكل أساسي بيعتمد على زيارات الطلاب لمواقع الجامعة بشكل رسمي وعدد الملفات والأبحاث اللي موجودين بمواقع الجامعات وعلى هالأساس يتم تصنيف الجامعات فمثل ما شايفين حاليا أيضا في عنا ميزة حلوة بهالموقع أنه بيصنف الجامعات على حسب القارات أو حتى حسب المنطقة مثلا هون في عنا العالم العربي ومصنفنا فينا مثلا مثلا ولنفرض نضغط على خلينا نعتبر العراق فحاليا عم يطالع لنا ترتيب الجامعات العراقية وفي نقطة جدا حلوة أيضا اللي هو أنه عم يعطينا التصنيف المحلي بالنسبة لجامعات العراق والتصنيف العالمي فمثل ما شايفين حاليا هون في عنا جامعة بغداد مصنفة بالعراق على أساس الترتيب الواحد طبعا شو المعايير المصنفة على أساسها أيضا هون تلعب دور مثل ما ذكرت لكم هذا الموقع بشكل أساسي بيصنف على أساس عدد الزيارات للموقع بالنسبة للطلاب وفينا أيضا نغير شوي من المعايير فهم مثلا معيار الجودة بالنسبة للجامعة إذا عملناها هيك منلاقي أنه تصنيفها لا هيك رحنا لبعيد منلاقي أنه تصنيف الجامعة بمعيار الجودة مثلا هو على مستوى العالم نحن هنا عم نحكي بالتأكيد هو 1810 في عنا معيار آخر اللي هو معيار الانفتاح بالنسبة للجامعة أيضا مصنفة 1346 ومثل ما ملاحظت التصنيف العالمي العام بالنسبة لجامعة بغداد هون هو 2072 إضافة أننا في عنا جامعات تانية عديدة مصنفة هون في دولة العراق أيضا فينا مثلا بالنسبة للجامعات التركية فينا نروح مثلا هون على تركيا ونلاقي أنه التصنيف هون بالنسبة بالمرتبة الأولى موجودة جامعة الميدل إست تيكنيك يونيفرسيتي جامعة الشرق الأوسط مصنفة كرقم واحد في تركيا بالنسبة لها معايير هذا الموقع ومصنفة 418 على مستوى العالم لاحظنا هون بأن الجامعة الأولى على مستوى تركيا بناء على تصنيفات هذا الموقع مصنفة 418 على مستوى العالم بيجي بعدها جامعة إسطنبول التقنية جامعة حاجيتابي جامعة بوغازيتشي وجامعة إسطنبول وجامعة أنقرة وغيرة من الجامعات الثانية لاحظوا أعطينا كل الجامعات التركية سواء حكومية أو خاصة ولكن بيركزوا على الجامعات الحكومية هون بشكل أساسي منلاحظ أنه في 214 جامعة داخلة ضمن التصنيف بهذا الموقع بتركيا إن شاء الله تكونوا استفدتم من هالمقطع أنا رح أطل لكم رابط هاد الموقع للتصنيفات بصندوق الوصف ممكن يفيدكن بشكل كبير لما تختاروا الجامعات اللي بدكن تفاضلوا عليها بتركيا أو حتى في طلاب كثير بدون يطلعوا لبرة أوروبا أو لأمريكا لحتى يدرسوا ممكن يفيدون أيضا هذا المقطع بتمنى إذا كان في عندكم أي استفسار رغبة بالمفاضلات على الجامعة برغبة بالحصول على أي قبول من الجامعات الحكومية أو الخاصة بتركيا تتواصلوا معي أيضا عن طريق الرقم الظاهر على الشاشة وإن شاء الله رح نكون عم نساعدكم يا أهلا وسهلا فيكن وانتظرونا بفيديو جديد سلام ترجمة نانسي قنقر